موسيقى أبناء أنا وبناتنا طلاب طالبات الصف الأول الثانوي أهلا بكم في درس من دروس لغتنا الجميلة اللغة العربية ومعنا اليوم مقال اجتماعي ونص بعنوان الحقوق والواجبات للكاتب الكبير عباس محمود العقاد الجزء الأول معنا النهاردة بعنوان أدي واجبك تنال حقك من هو عباس العقاد؟ عباس محمود العقاد موليد محافظة أسوان سنة 1889 عمل موظفا في هيئة السكة الحديدية ألف في مجالات كثيرة في الأدب وفي الدين وفي الاقتصاد والسياسة وغيرها كان يؤمن بحرية النقد الأدبي إن الكاتب لابد أن يكون له حرية في نقد الأدب وإبداء رأيه وترك إرثا من الفكر والثقافة ومن مؤلفاته سلسلة العبقريات عبقرية عمر عبقرية أبو بكر عبقرية محمد إلى آخره التفكير فريضة إسلامية وألف خمسة دواوين شعرية توفي العقاد سنة 1964 ميلادية بداية الكاتب يقول لنا يعيش الإنسان في مجتمع تربط أفراده علاقات عديدة يترتب عليها حقوق وواجبات والإنسان العاقل هو الذي يؤدي واجباته لينال حقوقه وحول هذا المعنى قال الكاتب هذا النص طبعا يا جماعة إحنا بنلاقي كتير يقول لك إيه اعتصامات أو ناس ممتنعا أداء عملها أو توقف العمل في مكان ما كنوع من أنواع المطالبة بالحق لا أحد ينكر أن لكل إنسان أن يطالب بحقه ولكن لكي تحصل على حقك فلابد في البداية أن تؤدي واجبك تعال نشوف العقاد بيه يحللنا المشكلة دي ازاي وبينيشها معانا ازاي من خلال مجموعة من الفكر الفكرة الأولى زي ما قلنا أدي واجبك تنال حقك واعملوا لوطنكم في الفكرة الأولى بيقول لنا إذا كثرت المطالبة بالحقوق قل العمل بالواجب ولا صعوبة في تفسير هذه الحقيقة الواضحة لأن البلد الذي يعمل فيه كل إنسان واجبة لا يضيع فيه حق من الحقوق ولا تدع فيه الحاجة إلى المطالبة بها أو الشعور بنقصها فإذا رأينا بلدا يكثر فيه المطالبون بحقوقهم فخير ما تنفع به ذلك البلد أن تذكره بواجباته وأن تكرر له حكمة واحدة يقرأها في كل مكان ويسمعها في كل مناسبة هي عليك بالواجب ودع الحقوق تسعى إليك بغير عناء حين نناقش هذه الفقرة مناقشة لغوية الإنسان مادتها طبعا أنسة فهي من مادة همزة نون سين جمع كلمة خير خيار أخيار أم خيور أم جميع ما سبق جمع خير خيور مراد في كلمة تفسير توضيح بيان إبهام طبعا الأولى والثانية أو توضيح وبين دع الحقوق مضاد كلمة دع طبعا يا جماعة دع يعني أترك فيكون المضاد تشبث تمسك إلزم جميع ما سبق عناء مرادفها فطور أم مرض أم مشقة أم ضيق العناء هو التعب فيكون مرادفها مشقة تمام حين نرى هذا السؤال ما الحقيقة الواضحة التي تناولتها الفقرة السابقة وبما بررها الكاتب وما النصيحة التي وجهها لمن يكثرون المطالبة بحقوقهم كاتب بيقول لنا وهذه حقيقة واضحة لا تحتاج إلى تفسير أو لا صعوبة في تفسيرها الحقيقة هي أنه إذا كثرت المطالبة بالحقوق قل أداء الواجبات تمام إذن الإنسان عندما يكثر المطالبة بحقه ولا يلتفت لعمله سيقل أداء الواجبات ولكن الكاتب ينصح كل من يطالب بحقه أن يهتم بأداء واجبه فهو عندما يؤدي واجبه فهذا الواجب هو حق لشخص آخر فالطبيب حين يؤدي واجبه في علاج المريض فهذا المريض حين يتم علاجه فهو سيقوم بعمل آخر في خدمة الطبيب سيقوم بعمل الحسابات للطبيب سيقوم ببناء بيت كمهندس للطبيب وهكذا فكل حق تؤديه أو كل واجب تؤديه هو حق ستناله بعد ذلك فلو انتظر كل منا حقه ولم يهتم بأداء واجبه فسوف تضيع الحقوق بين الناس أما إذا ابتدأنا واهتممنا بأداء واجباتنا فسيجد كل إنسان حقه آتيا إليه دون تعب أو دون معاناة تمام ويبرر الكاتب فكرته بمثال يوضح فيه عليك بالواجب ودع الحقوق تسعى إليك يعني أدي واجبك وستجد حقك يأتي إليك دون أن تطلبه طيب بعد ما فهمنا جماعة النص عايزين نتناول هذا النص وتلك الفقرة بالتحليل البلاغي بداية أذكركم باللوحة البلاغية التي نستخدمها في التحليل البلاغي مع كل نص كما تشاهدون نطبقها على الفقرة التي قرأناها وشرحناها إذا كثرت المطالبة بالحقوق قل العمل بالواجب طبعا أنا عندي المحسن البديعي بين الجملتين جملة عكس جملة يبقى مقابلة كثرت المطالبة بالحقوق قل العمل بالواجب يبقى بين الجملتين مقابلة توضح المعنى وتؤكده ولا صعوبة في تفسير هذه الحقيقة الواضحة لأن البلد الذي يعمل فيه كل إنسان طبعا الكاتب هنا لما بيقول البلد هو يقصد أهل البلد لأن البلد الذي يعمل فيه كل إنسان واجبه ولذلك نعتبر كلمة البلد مجاز مرسل هو عبر بالمكان وهو يقصد أهل البلد فمجاز مرسل علاقته المحلية طيب لما يقول لي لا يضيع فيه حق من الحقوق عندي اللون الأخضر في يضيع الحق أنا ممكن أقول لك المفاتيح ضاعت مني الألم ضاع مني لكن الحقوق ضاعت يبقى استعرم كنية شبه الحقوق وكأنها أشياء مادية تضيع وحزف المشبه به يبقى استعرم كنية سر جمالها التجسيم طيب يضيع فيه حق من الحقوق يبقى إذن كناية عن عدم أخذ كل إنسان حقها طيب يضيع فيه حق كلمة حق إعرابها إيه تلاقي إعرابها فاعل يبقى فيه تقديم الجر والمجرور على الفاعل يبقى ده اسمه أسلوب قصر يفيد التخصيص والتأكيد كلمة واجب وكلمة حق المحسن البديعي طبعا طباق يا جماعة طباق إجاب طباق يوضح المعنى ويؤكده طيب لما يقول لي لا تدعو فيه الحاجة إلى المطالبة بها تدعو الحاجة تدعو الحاجة الحاجة بتنادي بشيء أو بتطلب شيء يبقى استعرمك نيه شبه الحاجة وكأنها شخص يدعو وسر الجمال التشخيص ده كده بالنسبة للتحليل البلاغي ليه الفقرة اللي معنا فإذا رأينا بلدا يكثر فيه المطالبون بحقوقهم برضو قلنا كلمة بلد يبقى هنا مجاز مرسل عن أهل البلد مش البلد هي اللي بتطالب بالحقوق ده أهلها فهو عبر بالمحل ويقصد الحال يعني أصد الناس اللي جوه البلد فده مجاز مرسل علاقته المحلية وسر جمال المجاز الدكة مع الإجاز الدكة في اختيار العلاقة مع الإجاز يكثر فيه المطالبون بحقوقهم طبعا يكثر فيه المطالبون المفروض يكثر المطالبون فيه فده اسلوب قصر بتقديم الجر والمجرور على الفاعل فخير ما تنفع به ذلك البلد أن تذكره بواجباته وأن تكرر له حكمة واحدة يقرأها ويسمعها إيه ده؟ هو فيه بلد هيقرأ ويتذكر ويسمع طبعا دي استعارة مكنية شبه إيه بإيه؟ شبه البلد بشخص ينتفع بشخص يتذكر الحكمة بشخص يقرأ الحكمة يسمعها في كل مناسبة فهي استعارة مكنية سر جمالها التشخيص باي عليك بالواجب ودعي الحقوق تسعى إليك بغير عناء ده اسلوب إيه يا جماعة؟ خبري ولا إنشائي؟ اسلوب إنشائي طب إزاي وإحنا مش شايفين فعل أمر؟ عليك ده بنقول عليه هتدرسوه بالتفصيل في النحو السنة الجاية إن شاء الله بنقول عليه اسم فعل أمر عليك بالواجب دي معناها إيه يا أولاد؟ إلزم الواجب عليك بالواجب يعني إلزم الواجب فده اسلوب إنشائي نوعه أمر الغرض منه النصح والإرشاد دعي الحقوق أترك الحقوق تسعى إليك يبقى أيضا اسلوب إنشائي نوعه أمر غرض النصح والإرشاد طيب دعي الحقوق تسعى إليك إيه ده هو في حقوق بتمشي؟ طبعا أنا عندي هنا استعارة مكنية شبه الحقوق بإيه؟ بأشخاص تسعى إليك ويبقى سر الجمال إيه؟ التشخيص يبقى استعارة مكنية سر جمالها التشخيص تماما طبعا هنا عليك وإليك ممكن يبقى بينهما طباقه طيب بعد ما فهمنا التحليل البلاغي تعالوا نتناوله ببعض التدريبات كما سيأتي لك في الامتحانات لا يضيع فيه حق من الحقوق نوع الصورة السابقة تشبيه استعارة مجاز مرسى الكناية طبعا يضيع الحق شبه الحق بشيء مادي يضيع ما عنديش كلمة شيء مادي يبقى استعارة مكنية سر جمالها التجسيم قل العمل بالواجب علاقته بما قبله؟ تعال نشوف هي بيقولي في بداية الفقرة إذا كثرت المطالبة بالحقوق قل العمل بالواجب فتكون العلاقة طبعا نتيجة ليه يا أولاد؟ لأن أنا عندي هنا قل العمل بالواجب دي جواب الشرط بتاع إذا إذا كثرت قل إذا كثرت المطالبة قل العمل بالواجب لو الناس انشغلت بالنهاية الطالب بحقوقها من غير ما تفكر في واجبتها هيقل العمل بالواجب فدي نتيجة لما قبلها تمام عليك بالواجب دع الحقوق أسلوب إنشاء أمر يفيد النصح أم التحقير أم التعجيز أم السخرية طبعا ده موجه من الكاتب إلى الشعب فهو غرضه النصح كلمة البلد لوحدها كده من غير ما يبقى معاها حاجة تانية صورة بانية هي استعارة تشبيه مجاز مرسل كناية طبعا مجاز مرسل علاقته المحلية وطبعا إحنا عندنا دراسة مستفيدة للمجاز المرسل بكل علاقاته في البلاغة اللي جاية إن شاء الله يكثر فيه المطالبون أسلوب قصر وسيلته النفي والاستثناء تعريف المبتدأ والخبر تقديم الجر والمجرور استخدام أسلوب العطل طبعا إحنا قلنا يكثر المطالبون فيه ده الترتيب الطبيعي فعله وفعله بعدين الجر والمجرور الكاتب هنا جاب الجر والمجرور الأول يبقى تقديم الجر والمجرور على الفاعل اعملوا لوطنكم الكاتب يقول لنا والمحور الذي يدور عليه الأمر كله أن الإنسان لا يعمل لنفسه دون غيره ولا يعيش بمصلحته دون مصالح أهله ووطنه فإذا كان كذلك فهو إنسان عليه واجبات وله حقوق ولن يكون له حق يطالب به إذا قصر في أداء الواجب المفروض عليه أما إذا كانت مصلحته وحدها هي التي تعنيه وتستغرق جهوده فليس له حقوق ولا لوم على أحد إذا فاته الحق الذي يدعيه الكاتب هنا بيقول لنا الأساس إن الإنسان مش عايش لنفسه فقط عشان يهتم فقط بحقوقه دون النظر إلى واجباته ودوره تجاه المجتمع تعالوا نتناقش مناقشة لغوية كما تعودنا كلمة مصلحته مادتها طبعا صلحة لأن الفعل الماضي منها صلحة مادة الصاد واللام والحق تستغرق مرادفها تنفع تشمل تستهلك أم جميع ما سبق طبعا تستهلك لأنه بيقول لتستغرق جهوده مش تنفع جهوده ولا تشمل وإنما تستهلك كل جهوده المراد بالمحور المرتكز الأساس الطريق أم الأولى والثانية طبعا الأولى والثانية مرتكز وأساس مضاد قصر في أداء واجبه شخص قصر في أداء واجبه يبقى مضادها أتم تهاون اهتم يبقى إذن الأولى والثانية أتم واهتم بواجبه الكاتب لما يقول لنا أن الأساس أن الإنسان مش عايش لوحده يبقى عايز يقول لنا إيه إيه المحور اللي بترتكز عليه الحقوق والواجبات ومتى يفقد الإنسان وحقه بيقول لي الأساس اللي بيكلمنا عنه الكاتب هنا أن كل إنسان يحتاجه إلى الآخر مفيش حد يقدر يعيش بمفرده والكاتب بيختم المقال بتاعه أن المقصر في أداء واجبه لن يكون له حق بعد ذلك أن يطلب بالحق أو يطلب بحقه والذي تغلب عليه صفة الأنانية ويهتم بمصلحته فقط دون الآخرين فليس له حقوق عند هؤلاء الآخرين تمام التحليل البلاغي بيقول لي المحور الذي يدور عليه الأمر كله الصورة البانية هنا شبه الأمر وكأنه شيء مدي يدور شبه الأمر أنه شيء مدي يدور ويبقى استعار مكنية سر جمالها التكسيم أن الإنسان لا يعمل للنفسه دون غيره ولا يعيش بمصلحته دون مصالح أهل وطنه يبقى هنا كناية عن حتمية التعاون بين أبناء المجتمع الواحد عندي المحسن البديع يا جماعة في السطر ده نفسه غيره بينهم ايه الطباق يوضح المعنى ويؤكده عليه واجبات وله حقوق ببينهما مقابلة توضح المعنى وتؤكده أما إذا كانت مصلحته وحدها هي التي تعنيه وتستغرق جهوده الجملة دي كده كلها جماعة كناية عن صفة هي الأنانية واحد كل هم نفسه يبقى كناية عن الأنانية ولا لوم على أحد إذا فاته الحق الذي يدعيه هنا دي استعار مكنية ليه شبه الحق وكأنه قطار يفوت الإنسان ويبقى سر الجمال التكسيم طيب نتناول تدريبات على التحليل البلاغي بيقول لي ليس له حقوق علاقتها بما قبلها إذا هو ماهتمش بواجبه فما لهش حقوق يبقى نتيجة لما قبلها طبعا إحنا عارفين إنه دايما جواب الشرط بيكون نتيجة لما قبله إذا قصر في أداء واجبه فليس له حقوق تمام عليه واجبات وله حقوق بينهما مقابلة لأن جملتين عكس بعض فاته الحق استعارة ولا كناية ولا تشبيه ولا مجاز مرسل قلنا استعارة مكنية شبه الحق وكأنه شيء مدي يفوت الإنسان أو قطار يفوت الإنسان المحور الذي يقوم عليه الأمر كله الأسلوب ده مؤكد به توكيد لفظي توكيد معنوي مفعول مطلق ولا واحدة مما سبق طبعا توكيد معنوي في قوله كله الأمر كله إحنا عارفين ألفوذ التوكيد المعنوي نفس عين كل جميع وكلة وكلتا الإنسان لا يعمل نفسه دون غيره صورة بانية وهي مجاز مرسل استعارة تشبيه كناية طبعا هنا كناية عن إن الإنسان لابد أن يتعاون مع الآخرين والتعليق على نص حقوق وواجبات كما نتناول تدريبا على نص متحرر المحتوى التعليق على النص زي ما قلنا ده من أهم الجزئيات في النص عندي اللون الأدبي للنص ينتمي هذا النص إلى فن المقال الاجتماعي المقال ده فن من فنون النث في العصر الحديث واجتماعي لأنه بيناقش قضية اجتماعية قضية أداء الحقوق وأداء الواجبات العصر الذي ينتمي إليه النص العقاد في العصر الحديث فالنص ينتمي إلى العصر الحديث طبعا يا جماعة العصر الحديث العصور القديمة في الأدب اللي هي العصر الجاهلي الإسلامي الأموي العباسي كلام ده لكن ده العصر الحديث سمات أسلوب الكاتب سهولة الألفاظ ودقتها الملء إلى تحليل الفكر وتبسطها ودي من سمات العقاد أنه بيحلل الأفكار تحليلا دقيقا قلة الصور البلاغية فيش صور بيانية كتير ليه لأن الراجل بينايش قضية عقلية عايز يقنع عقلك أكثر مما يثير عاطفتك التفكير المنطقي يقولك إذا كثرت المطالبة بالحقوق قل العمل بالواجب تفكير منطقي الميل للتعميم إذا رأينا بلدا بلدا نكرة للعموم والشمول أي بلد هيبقى فيها مطالبة بحقوق زيادة وانشغال الناس بالطلب بالحقوق أكتر من الواجبات هيقل العمل بالواجب يبقى إذا الميل إلى التعميم زي كلمة بلدا نكرة للعموم والشمول الملامح الشخصية للكاتب سماته هو كإنسان واسع الثقافة اجتماعي بطبعه منطقي التفكير النص المتحرر من مقال الدكتور مصطفى محمود بيقولي المشاعر النفسية السائدة عند المؤمن هي المودة والرحمة والصبر والشكر والقبول والرضى والسماحة تلك هي دولة المؤمن التي لا تعرف الأمراض النفسية ولا الطب النفسي فالأصنام المعبودة مثل المال والجنس والجاه والسلطان قد تحطمت عنده ولم تعد قادرة على تفتيت المشاعر وتبديد الانتباه النفس المؤمنة لا تعرف الملل ولا تعرف البلادة أو الكآبة فهي في أمن دائم وقتال مستمر لأشباح الهزيمة وهي عاملة ناشط بابها إلى الصحة النفسية ومنتهى أملها أن تظل قادرة على العمل حتى النفس الأخير وأن تموت وهي تغرس شجرة أو تبني جدارا أو توقي الشمع تلك النفس هي قارب نجاه وهي في حفظ من أي مرض نفسي ولا حاجة بها إلى طب هذه الأيام فحياتها في ذاتها وصفة سعادة معنى الجاه القوة والعظمة السلطان والمكانة المال والثروة أم الشرف والنبل الجاه السلطان والمكانة العلاقة بين تفتيت وتبديد تنوع ترادف تقابل ترابط تنب نفس المعنى يبقى ترادف أشباح الهزيمة نوع الصورة ها تشبيه شبه الهزيمة وكأنها أشباح الاثنين موجودين المشبه والمشبه بهم حدد الكاتب دستور الإنسان المؤمن فما هو دستور الإنسان المؤمن النفس الراضية النفس التي يملأها المحبة والسعادة والتفاؤل ولا علاقة لها بالخوف والقلق ضع عنوانا للفقرة الأخيرة من النص يحمل مضمونها أترك لك أن تفكر في عنوان مناسب اكرأ القطع جيدا ثم ضع لها العنوان الذي تراه مناسبا وبذلك أبنائي وبناتي نكونوا قد وصلنا لنهاية درسنا اليوم الحقوق والواجبات على وعد بلقاء جديد من دروس لغتنا الجميلة اللغة العربية ترجمة نانسي قنقر